بعد أقل من عام على حصوله على ترخيص العمل كأول صانع سوق في الإمارات يبدأ بنك أبوظبي الوطني مزاولة نشاطه رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خصص البنك 30 مليون درهم إماراتي لمزاولة هذا النشاط وهو الحد الأدنى من رأس المال المطلوب للحصول على رخصة صانع السوق وقد وقع الاختيار على أسهم أربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليقتصر عمله عليها وهي أسهم شركة الواحة كابيتل، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي التجاري، وشركة الدار العقارية نحن أمام منتج جديد ليس لبنك أبوظبي الوطني فحسب وإنما لسوق الأوراق المالية والهيئة النظمة أيضاً وبالتالي أردنا أن نبدأ بالأسهم ذات النشاط الكبير والأسماء المعروفة كي نكون صانعاً للسوق وبعد أن نكتسب خبرة في هذا الأمر، ولا سيما في طريقة تعامل سوق أبوظبي للأوراق المالية معنا فإننا سنزيد عدد الأسهم، كما أننا سنتوسع باتجاه ناسدك دبي وسوق دبي المالي لاحقاً هذا العام أيضاً ونأمل تغطية هذه البورصات الثلاث في دولة الإمارات خلال النصف الأول من هذا العام يلعب صانع السوق دوراً بالغ الأهمية في الأسواق المالية إذ يوفر حالة من التوازن بين العرض والطلب ويضيق الفجوة بين سعري البيع والشراء بحيث تحقق الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة على تسهيل الأوراق المالية بسرعة وسهولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحض من تقلبات الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى استقرارها ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى وجود أكثر من صانع سوق واحد السوق حالياً نقوم بالتنسيق مع شركات ومع بنوك ومع شركات وساطة أخرى الهدف أن نخلق أكثر من صانع السوق نبغي نخلق نوع من التحدي بين هذه الأطراف وكنتيجة هم بيستفيدون، المستثمارين بيستفيدون، والسوق بيستفيدون في هذه الفترة يعتمد صانع السوق على استراتيجية استثمار طويلة الأجل مما يسهم في رفع سيولة أسهم الشركات الأقل حظاً من التداولات اليومية أو الشركات ضعيفة التداول وهو ما يؤدي بدوره إلى نمو تدفقات الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الأسواق الإماراتية تشهد تذبذبات سعرية في الفترة الحالية هنا يأتي دور صانع السوق الذي يحد من هذه التذبذبات ويعطي عمقاً وسيولة للأسواق إنجل حكيم، سيام بيسي عربية، أبو ظبي